في البيهي ضغط هنتكلم لو انت عملت join the zoom meeting المفروض فيها مجموعة options ينفع تستخدمها و انت تشغيلها الموضوع هنا بمطالب بساطة انك ينفع تستخدم الانك بس مش انت لعمل invite الانك في الكنديشن دي انت بس بتجوين ال meeting مش انت ال creator بتاع ال meeting في الكنديشن دي انت ينفع عندك اول حاجة تعمل mute و unmute لساوند تنفع تشغل وتطفي الكاميرا بس من اشهر الحاجات المهمة جدا في الغالب هتستخدمها انك اول حاجة ينفع و انت شغال تعمل share screen بتعمل share screen لو انت عايز تواري حد اي حاجة عندك على screen laptop ممكن تعمل share screen و في الكنديشن دي بت share screen بشكل عام او ممكن share files والفائلز في الكنديشن دي لازم تعمل file drive وفي الكنديشن بتاع share screen او ما بتعمل share screen لأي جزء او ما بتعمل share ينفع تعمل اكتر من حاجة و انت عامل share screen جزء دات مش انت اللي ماسك ال host او مش انت اللي حط في ال domain اول حاجة ينفع على share screen تسجل notes لو انت عايز مثلا توري الى حد قدامك اي حاجة انه سدينك تشاور على جزئية تعديل في اي جزئية تقول انت تقصده ينفع لو احنا شغالين مثلا بنشرح software تدي monitor control لأي حد غيرك فممكن مثلا في حد ثانية في الميتنج دات ممكن تديره انه هوي control mouse keyboard ممكن condition ثالثة تقدر ودي مهمة جدا تقدر غير انك ت edit تقدر وانت بتjoin meeting انك تعمل more وانك تعمل record الميتنج دات اهم الحاجات اللي انت هتحتاجها لو انت بتjoin meeting ومش انت ال host بتاعف ال condition دي من اهم الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها انك ت edit او انك share screen او teleport ان انت تبعت request ان انت عايز تسجل session 8 شكرا